doing business in china معناه ممارس الأعمال التجارية في الصين today we talk to Mr. Ghanem a businessman based in Amman يعني بدوم يحكوا مع السيد غانم اللي بيعيش في عمان وهو رجل أعمال who often visits china يعني بيزور الصين عادة we asked him سألنا when he first started doing business with china متابلش تشتغل مع الصين I've been doing business with china for many years يعني إلي بعمل بزنس مع china العديد من السنوات my first trip there trip معناها رحلة رحلة الأولى هنا كانت في 2004 was in 2004 and it was not very successful ما كانت كتير ناجحة why was it not successful ليش ما كانت ناجحة successful معناها ناجحة I worked for a small computer company يعني اشتغلت لشركة كمبيوتر صغيرة في عمان they sent me to china when I was still quite young ودوني على الصين أو أرسلوني إلى الصين دم كنت لسه بعدني صغير يعني شباب أو شاب quite معناها شوي صغير يعني كنت كتير أو شوي شوي صغير if only the company had realized that the Chinese respect age and experience more than youth if only the company had realized معناها تمنيت لو ان الشركة company معناها الشركة realized معناها أدركت بانه Chinese انه الصينيين respect age and experience more than youth انهم بيحترموا العمر والخبرة أكثر من الشباب did you make any mistakes on that visit تسأله عملت أي أخطاء في هديك الزيارة yes i wish i had research Chinese culture before يعني بحثت شوي عن الثقافة الصينية research معناها بحثت i wish i had هاي صغل التمنية Chinese culture معناها الثقافة الصينية before i visit the country قبل ما اني ازور البلد in order to be successful in china in order to معناها بهدف اني اكون ناجح في الصين you need to earn their respect earn عناها تكتسب لازم عليك انك تحاول تكتسب احترامهم their respect Chinese business people will always ask you will always ask about a company's success يعني الرجال الأعمال الصينيين Chinese business people دائما رح يسألوك عن نجاحات الشركة في الماضي companies success in the past معناها نجاحات الشركة في الماضي however مع هيك because i worked for a new company لاني اشتغلت في new company في شركة جديدة i couldn't talk about its track record فحكى انه لاني اشتغلت مع شركة جديدة ما تمكنت اني احكي عن سجلها المهني track record معناها سجلها المهني we didn't do any business deals on that first trip يعني بيحكوا انه في هديك الرحلة الاولى ما عملنا اي صفقة تجارية business deals معناها صفقة تجارية او صفقات تجارية في هديك الرحلة الاولى ليش؟ لانهم هم يحبوا الخبرة زي ما حكى تعاكى لاني بعرف هاد الشيء عن الثقافة الصينية يعني كان استعدت وما تسرات بطريقة هاي ماذا تعلمت انك تنجح في الصين؟ الجواب I joined a larger company that they and they send me on a cultural awareness course I joined a larger company I joined معناها اني التحقت في او انضممت الى شركة تجارية كبيرة large company and they send me وهدول الشركة ارسلوني on cultural awareness course هلا awareness معناها توعية cultural awareness course اللي هي توعية برنامج التوعية الثقافية او دورة في الوعي الثقافي on my next visit to china وفي زيارة اللاحقة للصين it felt as if it hadn't known anything on my first visit ها كأنه في زيارة التالية للصين شعر وكأنه ما عمره عرف اشي عن زيارته الأولى what advice can you give to people wanting to do a business in china يمتحكي له شو بتؤدي النصيحة للناس اللي بدهم يعملوا بزنس في الصين advice معناها نصيحة حكى لها before I visit a company حكى قبل ما اني ازور الشركة I send recommendations from previous clients حكى يعني اني ارسل توصيات من العملاء السابقين قبل ما اني اسافر على الصين I also send my business card وبرضو بعتت البزنس كار تبعت اللي هي بطاقة العمل with my job position يعني مع مكان منصب الوظيفة job position اللي هي منصب الوظيفة and qualifications اللي هي مؤهلات تبعوني translated into chinese كلياتها مكتوبة بالصيني يعني مترجمة الى الصيني can you tell us about your last meeting in china ممكن تحكين عن المقابل الاخير اليك في الصين او اجتماعاتك last meeting اللي هي meeting تيجي على شكل اجتماع او مقابل يجي معناها مقابل او اجتماع of course بالتأكيد I arrived in time ووصلت على الوقت you must not arrive late لازم توصل على الوقت مش متأخر as this shows disrespect لانه اذا بتوصل متأخر هذا بيكون معناها disrespect معناها تقليل من احترامهم فانك عم تظررهم عدم احترام then when I met the company director ولما التقيت في مدير الشركة company director اللي هو مدير الشركة او موجه الشركة I shook hands with him gently يعني اني صافحت بلطف shock hands معناها انك تخضوا اليدين ما معناها هيك الحرفية بس shock hands يعني شو تخضوا اليدين انكم تسلموا بعض gently معناها برفق او بلطف I began my meeting by making small talks يعني بلشت اجتماعي بحديث قصير about my interesting experiences in china عن تجربة تجاربي المثيرة للاهتمام في الصين During the meeting وخلال المحادثة او خلال المقابلة I made sure that my voice and body language were calm and controlled يعني خلال الاجتماع كنت متأكد او كنت دائما احرص على اني I made sure يعني حرست that my voice and body language النصوتي ولغتي الجسدية were calm and controlled انه صوتي ولغة الجسد تبعتي كانت هادئة calm معناها هادئة uncontrolled انه مسيطر عليها I never told a joke وما مزحت او نكتت told a joke معناها انه تمزح او تنكت as this may not be translated correctly or could cause offense حتى انه السبب انه ليش ما حكى اي نكتة السبب انه ما بده يساء فهمه translated correctly or cause offense انه ممكن ان يتسبب فيه فهم غير صحيح او يمكن يتسبب بإساءة فوفنس معناها إساءة لاحظة was it successful meeting فتسأله اذا كانت المقابلة ناجحة yes it was I knew that the director had researched my business thoroughly before the meeting الديركتور حكينا المشرف انه هو حكى انه المقابلة كانت ناجحة وكنت عارف انه المشرف بحث عن البزنس تبعي قبل بشكل دقيق جيدا thoroughly معناها جيدا قبل المقابلة so I was prepared for his detailed question عشان هيك انا كنت متحضر prepared معناها كنت محضر حالي for his detailed questions detailed questions اللي هي الى اسئلته الدقيقة بالتفاصيل when I began negotiating ولما بلشنا نتفاوض I started with the important issues بلشنا في القضايا المهمة important issues معناها القضايا المهمة issues معناها قضايا that Chinese believe in avoiding conflict الصينيين بيامنوا بتجنب الصراع هلا conflict معناها صراع avoiding معناها منع او تجمد تجنب it's always important to be patient ضروري كثير دائما انك تكون صبور patient معناها صبور I was prepared to compromise كنت جاهز لحتى اقدم تنزيلات compromise معناها تقديم تنزيلات so in the end في نهاية the meeting was successful المقابلة كانت ناجحة اما بالنسبة الاسئلة فهاي اجابتها من دليل المعلم في عندنا هاي الاسئلة بالworkbook وهي عبارة عن معاني وكأنه بدي يعطينا معنى كل كلمة when you talk about business and try to deal you negotiate لما بتحاول انك try to deal negotiate معناها try to deal يعني معناها انك تحاول تعقد صفقة تفاول when you are ready for something you are prepared for it يعني prepared معناها ready for something مستعد when you can prove that you have experience لما بتثبت انه انت عندك خبرة you have a track record track record اللي هو prove that you have experience طيب conflict اربع اللي هي when two sides disagree and argue هلا disagree and argue معناها انهم بتجادلوا وبصرف بينهم صراع فconflict معناها صراع when each side change their position a little so that they can agree يعني لما يغيروا شوية هاي بل شو يتلحلحوا زي ما نحكي they are managed to compromise compromise when you stay calm and take your time لما تهدو تخد وقتك you are being patient stay calm and take your time معناها ان تكون صبورا قطعنا موسيقى